شكري الواعر حارس مرمال طارق ثابت حكيم الويرة محمد علي المحجوبي نوردين بوسلين علي بن ناجي سراشدين الشيحي الهادي برخيصة كانت ماليتولي عبدالقادر بالحسن وعيادي الحمروني بالنسبة للإحتاتيون وليد العبيدي معزة الشافعي هيثم عبيد مروين قزمير وحسان القابسي تشكيلة الزمالك المصري فما دخول عفة نصار اللي ما كان غايب على مباراة الذهاب فما دخول أيضا أوتشاري لاعب الغاني أيضا أساسي في تشكيلة الزمالك المصري الحارس حسين السيد هشم يكن قايد فريق أشرف قاسم متحة عبدالهادي أشرف يوسف طلعت منصور إسلام فتحي اسماعيل يوسف أوتشاري أوسكار الغاني وعفة نصار الأحتاتيون نادر السيد نبيل محمود عقل بلا محمد صبري هذا لاعب كان أساسي في مباراة الذهاب وهو من أحسن لاعبي بالفريق الزمالك المصري وخالد الغانبور أيضا اللي كان أساسي في تشكيلة الذهاب موجود احتياطي اليوم في هذه المباراة حكم المباراة معروف جدا يعرفوا الجمهور التونسي 30 سنة ليم كي تشونغ من أحسن الحكام القارة الإفريقية بدأ حياته الرياضية كحكم سنة 89 وكان موجود في كأس العالم 94 أدار الدور النهائي لكأس الفريق للأمم بين نيجيريا وزمبيا وكان أيضا موجود في الألعاب الأولمبية لبرشلونا هذا بالنسبة للحكم من جزر الموريس ليم كي تشونغ المراقب الخط ريجوبوت بيرمانون وألجي نارينا الحكم الرابع هو محمد المنصري هذا بالنسبة لتشكيلة الفريقين هذا بالنسبة للجو العام للتراجل هذه تونسي وزمالك المصري كنا تبعنا منذ حين ترشح الفريقين إلى دور نهائي لكأس فريقيا للأنديا البطلة فريق ترشي إذن شهدنا منذ حين كيف ترشح الفريق زمالك في دور السادس عشر ترشح على حساب إكسبرس من وغندا في دور السادس عشر بالانتحاب ثم في دور الثم النهائي أزاح فريق جرمة هي الكيني هي هدفين لهدف الذهاب وهدف لهدف في القياد الاوقみها الساكر نهايه ك dockvenge وهادفين لهدف مقابل Bush وهادفين لهدف عن دور السادس عشر قد رسمه تحضر بالنسبة لغندا في فريق زمالك المصري وهادف مزعاد هقرب زمالك المصري miteinander ألفريد المدرب النمساوي ألفريد ريدل وكان مدرب المنتخب النمساوي سابقا نعطيكم بعض الأرقام اللي تخص الفريقين مشاركة الترجلة ذي تونسي في كاسفريقيا للأمدية ذات من سنة 91 عشرين انتصار حداش متعادل ثمانية هزايا من أهداف المدفوعة 59 والمقبولة 30 تسعة مقابلات هذا العام فيها ستة انتصارات وتلاثة عادلات الأهداف المدفوعة 21 وستة المقبولة حسن هدافي لحد الآن في الترجلة ذي تونسي هو عيادي الحمروني بخمسة أهداف ثم ماليتولي أربع أهداف عدد اللاعبين المشاركين في تسعة مقابلات 21 واللعب ستة لاعبين لعبوا كل المباريات الواعر ثابت برخيصة بن ناجي والحمروني والجابتي هذا بالنسبة للعبين اللي شاركوا وطبعا بالنسبة للزمالك المصري بعض الأرقام فاز زمالك ثلاثة مرات بكاس افريقا للأنديا في هذا العام ثلاثة عادلات ثلاثة هزيمة واحدة والأهداف المدفوعة ثمانية والمقبولة خمسة أحسن الهدفين هم غندور من طبعا مهاجم الزمالك وأسكار أيضا نزوس أهداف كل واحد منهم وهذه الأرقام طبعا مدنى بيهم مشكور جدا الزميل إرشيد سوسي انتلاق المباراة بعد حين بعد حين تعطى ضربة البداية بين ترجي رياضي تونسي وزمالك المصري في هذا اللقاء الأخوي العربي في هذا دور نهايي لكاس افريقا للأنديا طبعا بين ترجي وزمالك جوز فلق عربية وتبرز بصفة خاصة قيمة كورت القدم العربية في هذه الكاسة الافريقية كورة من برخيصة وترجع مدفاع الزمالك محمد علي المحجوبي محجوبي طرق ثابت طرق ثابت مكلف بالصعود لليمين للجهة اليمنى إذا كانت تقع محاصرته طبعا هذا الخطة التكيكية إذا كانت تقع محاصرته من طرف الزهير الأيصر للزمالك يولي طرق ثابت يدخل الوسط وعلي بناجي يمشي لليمين باش يسهل أكثر اختراق دفاع الزمالك المصري الحالة الثانية هي التمريرات التويلة من الليمين لليسار وإلا من الليسار لليمين للضغط على دفاع الزمالك المصري فمعا زمالك المصري يأخذ الكورة ترجي يقدم باش يقولي أن الفريق زمالك المصري معروف أنه يأخذ وقته في ترجيع الكورات ما داشي الهجومات بكل سرعة هذه النقطة اللي حاب يستخدها ترجي حمروني حمروني والجانبية فرصة أولى بعد دقيقة لعب عبد قادر بالحسن مليتولي وجانبية لمر محسين السيد دقيقة لعب وفرصة أولى لفاياتة ترجي رياضي تونسي وتمر جانبية اللي مر محسين السيد قلنا هذا بالنسبة للخطة التكتكية للترجي رياضي التونسي بالنسبة للدفاع ترجي يتحرك ويغطي كل الثغرات على طريق المحجوب والنوردين بوسنين حسب تجاه الكورة فالترجي يتحرك عليمين الدفاع ويكون عليسار يتحرك عليسار يتحرك كمجموعة في الدفاع هو الضغط من الترجي في وسط الميدان على حامل الكورة ويخوها حاكم نويرا نويرا وتتقص من رباع أوسكار ومراقب الخط يرفع الرائم وفما تسلل من اللعب أوسكار تقيقة اللعب منذ بداية اللقاء والنتيجة دائما نتعادل صفر لصفر بين الترجي وزمانك مع فرصة أولى للترجي لذي تونسي عن طريق كنت ماليتولي زمانك المصري وصل تونس يوم الأربعاء أجرى حصة تدريبية واحدة على العشبة الملعب الأولمبي بالمنزق كورة من ماليتولي ماليتولي تارق ثابت شيحي شيحي تارق ثابت يتبكورة لليمين يخوها ويتواغل تارق ثابت تارق ثابت وتترجع من الدفاع المصري وتصدي من الشيحي محاولة أخرى من الشيحي إسلام فتحي والشيحي وكورة لفيتة ترجع رياضي تونسي تماث اتنفذ تماث لفيتة الترجي والمخالفة والحكم يشير إلى مخالفة علي بن ناجي وأسكار ومخالفة لفيتة ترجع رياضي تونسي عزيه لسار للحارس حسين السيد هنا زمانك المصري وصل لتونس يوم الأربعاء مجرحة تدريبية واحدة على عشب الملعب الونابي بالمنزة يتقدم الهادي برخيصة والتوزيعها بترجع من الدفاع أسكار أسكار ومعها العيادي الحمروني لكن يتمكن من التمرير في تجاهه يتشاري لكيفما تغتي من محمد علي المحجوبي محجوبي طويلة كانت في تجاه الترق ثابت يخوها عيادي الحمروني وتمريرها بالأحسن لما تخلطش وتبقى لفيتة الزمانك المصري أشرف قاسم يرجع الكرة وهو اللاعب المكلف بتخرج كل كرة من مناطق الزمانك المصري هو محرك الفريق في الدفاع بينما محرك الفريق في وسط الميدان بالنسبة لزمانك المصري هو إسماعيل يوسف وكرة ما يخوهاش هذه برخيصة يا أخوها الآن حكي من ويرا ماليتولي في تجاه عيادي الحمروني قبل أشرف قاسم محمد علي المحجوبي حذاري حذاري وشكري الوعي منتازة جدا من شكري الوعي وشكري كادا يغالط الحارس شكري الوعي لكن ترجع من جديد لفيتة ترجي ويعود ترجي للهجوم على القدر بالحسن طرق ثابت طويلة طرق ثابت محمد علي ساري حاولي تقدم من هذه برخيصة منتاز جدا شكري الوعي في اللقطة الأخيرة اسلام فتحي الكرة تخرج وحكم يامور بمواصلة اللعب بوسنينة وعلي بن ناجي وتصدي علي بن ناجي باهر ومحمد علي المحجوبي في اتجاه عيادي الحمروني حمروني ومعه طلعت منصور ومباشرة لحسين السيد اللي رجع مباشرة الكرة للعب بأشرف يوسف تصدم الكرة بالشيح وتبقى لفاية الزمالك المصري عن طريق طلعت منصور ومخالفة لفاية زمالك المصري أربع دقائق وأربعين ثانية في بداية هذا اللقاء والنتيجة دايما تعادل سفر لسفر ما بين ترجي رياضي تونسي وزمالك المصري في هذا دور نهائي لكأس فريقيا للأندي البطلة إياب مباراة الذهاب انتهت بتعادل صحب التصدي الأخير في اللقطة الأخيرة لزمالك المصري كان قدم مقابلة ممتازة جدا في القارة ترجع من نوردين بوسنينة هادي برخيصة طويلة من هادي برخيصة فاتجاه عبدالقادر بالأحسن وترجع من هشام يكن هشام يكن وأشرف يوسف مباشرة في التماس تماس لفاية ترجرياضي تونسي مساندة من كل الفرق التونسية للترجرياضي تونسي في هذا اللقاء على مات بل استعراض على مات كل الجامعيات الرياضية التونسية قبل بداية هذو اللقاء طمعنا سنت تفريقه ترجل له تونسي في هذي الكهسة الفرقية للأندي البطلة علي بنجي علي بنجي علي بنجي محمد علي المحجوبي نوردين بوسنينة نوردين بوسنينة طويلة من نوردين بوسنينة العياد الحمروني الترويذ بصدر ومخالفه لفاية عياد الحمروني مخالفة ضد طلعة منصور وقت خمسة خيق لعب في الشوط الأول نتيج دائما تعادل سفر لسفر عادي الحمروني في تنفيذ المخالفة مليتولي يطلب الكرة بسرعة لكن عادي الحمروني يحق كل وقته في تنفيذ الكرة يستنى هادي برخيصة يتقدم للهجوم وينتظر أيضا نتراج الدين الشيحي بينما عبد قادر بالحسن يخو مكانه أيضا في الهجوم هادي برخيصة عفا تجاه عبد قادر بالحسن ترجع من هشام يكن حكيم نويرة وترجيع كرة من الدفاع المصري حكيم نويرة ومخالفة هي عليها الحكام مسايد ليم كي تشونغ ضد ترجر ياضي تونسي أشرف قاسم تتنفذ المخالفة فاتجاء أوتشاري وتماث تخرج كرة تماث لفايت ترجر ياضي تونسي تماث وتنفيذ عن طريق الهيدي برخيصة محمد علي المحجوبي محجوبي تجاه الحمروني ومعه طلعت منصور عادي الحمروني حمروني حمروني يوزع عرضية أشرف قاسم خدام الكرة علي بن ناجي تصدر الكرة هذه كانت مليتولي عادي الحمروني حمروني 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 مزا تكورة ريفيتو علي بن ناجي علي بن ناجي يحاول التوزيع وتصدي من إسماعيل يوسف تصدي من إسماعيل يوسف يحطي كرة مباشرة في التماس محرك تاريخ زمالك المصري يحطي كرة في التماس لفايت ترجر ياضي تونسي بالتنفيذ عن طريق حكيم نويرا العادي الحمروني حمروني حمروني وتتفك وتمشي للإسلام فتحي إسلام فتحي مباشرة لنوردين بوسنينا يرجع الكرة في دفاع زمالك المصري عادي الحمروني والحكم يامر بمواصل تلعب السيد ليم كو تونغ يامر بمواصل تلعب لا يتسبس مخالفة لفايت ترجر ياضي تونسي في بداية هذا اللقاء سبعة تخيخ لعب في الشوط الأول ونتيجة دائما تعادل سفر لسفر فرصة بفرصة فرصة أولى لعبد قدر بالحصول لكانت مليتولي مرت جانبية بقليل لمر محسين السيد ثم فرصة لزمالك كانت صدي لها بامتياز الحرش شكري لوعر نفس ستامتار عن طريق أشرف قاسم يا أخوة سيراجدين الشيحي في تجاه عبد قدر بالحصن وترجع من هشام يكن وفي تجاه أسكار وميخوش الكورة النوردين بوسنين وفهمة تقطيع من محمد علي المحجوبي طارق ثابت شيحي طارق ثابت تتب الكورة ويخيري مرر العبد قدر بالحصن أشرف قاسم أشرف قاسم ما زالت كورة رفيتو معها عبد قدر بالحصن لكورة رفيت الزمالك المصري مراقب خط يشير لكورة رفيت ترجي والحكم براعكس ذلك ومخالفة رفيت زمالك المصري أمامكم السيد لين تي تشونغ من جزر الموريس أدار ثلاثة أدوار نهائية في السابق والدور نهائي لكاس أفريقيا للأمم وراء فاتجاه أسكار وحذري من هذا اللعب اللي يحبذ المساحات ويحبذ طبعا الثغارات لكن دفاع الترجي قريلوا حسابه وهذه من المهام دفاع الترجي لذي تونسي تسكير المنافذ أمام أسكار وأتشاري بينما محمد صبري لعبة ذهاب وخالد القندور صاحبة تزديدات القوية يبقى في بنك الأحتياتيين وكرة لفايت علي بن ناجي علي بن ناجي علي بن ناجي فاتجاه عبد قدر بالحسن حياة الحمروني حمروني 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 مليتو لي مليتو لي حول المراغة تصطدم ب أشرف قاسم وتخرج كرة تماز لفايت ترجي رياضي تونسي وصلنا لطقيقة التاسعة ونتيجة دائما لتعادل سفر بسفر ما بين ترجي وزمالك في هذا دور نهائي لكاس افريقيا للأندي البطلة حاكم نويرا عن نوردين بسنينة محمد دليل محجوبي محجوبي تويلة في اتجاه عبد القدر بالحسن لكن قبل اسمعي اليوسف وترجع من نوردين بسنينة في اتجاه مليتو لي ترجع مرة أخرى من الدفاع المصري وكرة البرخيصة هذه برخيصة وعلي بن ناجي ما يخوهاش ويتعكس الهجوم لفايت الزامريك المصري أوسكار ومخالفة ضد أوسكار راه الحكم يعني عليها مخالفة لفايت الزراجل هذه تونسي تنفذ عن طريق علي بن ناجي علي بن ناجي عايد الحمروني مليتو لي وقبل متحة عبد الهادي مليتو لي حكيم نويرة حكيم نويرة حمروني نويرة واشرف قاسم وستة أمتار لفايت الزامن لكالمصري طبعا نبدأ أن نحيي كل الأخوة الأشقاء العرب اللي تابعوا في هذا اللقاء مباشرة من تونس من الملعب الأولمبي بالمنزه لهذا دور نهائي لكائس أفريقيا للأنديا البطلة وستة أمتار لفايت الزامن المصري مليتو لي ومحمد علي المحجوبي تتنفذ ستة أمتار يخوها مليتو لي مليتو لي يل بترويذ وفي تجاه عبد القادر بالحسن عبد القادر بالحسن مليتو لي وتمريرها مخت وترجع لفايت الزامن المصري عن طريق متحة عبد الهادي في تجاه أسكار ويخوها له طرق ثابت طرق ثابت هادي برخيصة هادي برخيصة هادي برخيصة النوردين بوسنينة نوردين بوسنينة نوردين بوسنينة مليتو لي في تجاه عبد القادر بالحسن وتتخص مرة أخرى من أشرف قاسم طلعت منصور عفة النصار وفي تجاه أيتشاري ومحمد علي المحجوبي مباشرة شكرا لواعي إلى حكيم نويرا نويرا محمد علي المحجوبي محمد علي المحجوبي عادي الحمروني والحكم يعطي أسبقية لعب لك الآن يعلن عن مخالفة رفايت الترجل ياري تونسي مخالفة لفايت الترجل وقت فنشخيخ العب في الشوط الأول ونتيجة دائما تعادل سفر لسفر ما بين الترجل تونسي وزمالك المصري علي بن ناجي في تنفيذ هذه المخالفة طبعا تركيز كبير على الهجومات وعلى الهجوم تقم الفني كان حذر هذا اللقاء طبعا للهجوم وليل تسجيل الأهداف خوزي بن زارتي وبعد الحسن من الرياح ونحش داعش حكام وحاريسين على هذه النقطة بالذات وعلى الهجومات السريعة خاصة والضغط على دفاع الزمالك المصري وكرة ترجع من الدفاع الزمالك طرق ثابت طرق ثابت العبد الخدر بالحسن ما يخوهاش وترجع من طلعة منصور في تجاه نوردين بوسنينة بوسنينة وكرة في تجاه الحكيم نوردينة لكن ترجع مرة أخرى من طلعة منصور وبوسنينة قبل الأوسكار طرق ثابت علي بن ناجي حاودة سيداتي وسادتي الملعب الأولمبي بالمنزة تقبل الله وصلاة الجميع بمجيده من الأجل والثواب لجديدة يذكر في هذه اللحظات وفي الدقائق الأخيرة كرة من ترجل هذه تولسي سيراجدين الشيحي الشيحي ماذا تكرر رفايت والعياد الحمروني حمروني حاول التوزيع وركنية أو الركنية اللي فيت الترجل هذه تولسي في وقت تشكي خلاب تقريبا في الشوطة ستشكي خلاب في الشوطة الأول ونتيجة دائما التعادل سفوذي سفو ركنية أولى للترجل في هذه المباراة وتنفيذ عن طريق عادي الحمروني وتقدم هذه برخيصة للهجوم وكذلك نوردين بوسنينة تنفذ الركنية وبرخيصة والهدف الأول والهدف الأول اللي فيت الترجل ستشكي خلاب والترجل يفتح النتيجة عن طريق الهادي برخيصة أول هدف في هذه المباراة فيت ستش فربراسية من الهادي برخيصة ويكون الهدف الأول بوقت ممتاز جدا لبيت الترجل هذه كونسي عادة تصل بالنكورة بالحارس ويكون الهدف الأول لبيت الترجل هذه كونسي ستشكي خلاب فما نقاش من زمالك المصري ويحفوصها ليش وفما الضربة الرئاسية واضحة من الهادي برخيصة ويتمكن الترجل هذه تونسي من افتتاحها النتيجة هدف لسفر لفيتها ترجل ترجل ركنية ركنية أولى يتحصل عليها الترجل ويحقق الهدف الأول عن طريق الهدف بالضربات الرئاسية الهادي برخيصة هدف أول في هذه المباراة في وقت هائل وفي وقت ممتاز وفما نقاش مع الحكم هذه الإعادة الحكم الهدف واضح الهدف ما فيه حتى شي واضح وروح الشمس في النهار والهدف في النقاش لست أدري لماذا إذا كان نعاود ونجد 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 مرة أخرى أن الهدف هذا واضح وما فيه حتى خلال إعادة التوزيع لفما لمخالفة ولفما لمستيد ولفما حتى شي هذا نقاش ما نعرف عليش ويكون الهدف الأول لفاية الترجل لتونسي أمام زمالك المصري هدف مقابل صفر في دقيقة ستاش أو الفرصة كانت الترجل منذ الدقيقة الأولى عن طريق عبد قدر بالأحسن لكن الآن يتمكن الترجل من دقيقة الهدف الأول في هذه المباراة هدف وقت ممتاز في وقت لأنه طبعا الترجل يسجل من البداية أحسن ومن البداية تكون البداية ومن البداية يبدأ التجهيل ويبدأ التهديف لتفادي كل مفاشئة غير سارة في هذه المباراة ما زال نقاش مع الحكم مسايد ليم كي تشونغ حول الهدف أمامكم فوزي بنزارتي طبعا هذا السيناريو اللي كان يكون أحلى سيناريو بالنسبة للترجل هو التهديف في عشرين في خلولة أو في الربع ساعة الأول لكن عدم التسرع في في البداية هو لخالة ترجل يصل إلى هذه النتيجة هدف لسفر إذن لفيتة ترجل أمام الزمالك المصري في هذا الدور النهائي لكأس أفريقيا للأنديا البطلة بداية بداية موفقة بداية مشجعة جدا فاعل معها جمهور المنزة كما ينبغي هذه الجماهير الغفيرة اللي تحضر اليوم هذا اللقاء لقاء الدور النهائي لكأس أفريقيا للأنديا البطلة عشين في قلاعب تقريبا في شوط الأول ونتيجة هدف لسفر هدف الهادي برخيصة فتخيخة ستاش مشوط الأول وخورة لفايد محمد علي المحجوبي محجوبي حكيم نويرة حكيم نويرة نويرة عادي الحمروني ويحاول المراوغة لكن يخوها طلعت منصور وترجع من طلعت منصور في تجاه إسكار وقبله محمد علي المحجوبي وخورة لفايد اسماعيل يوسف تبديل اللعب ويخوها وكنت مليتولي ويحطوا كورة في التماس التماس لفايد الزمالك وتبديل وتتفك الكورة ويتعكس الهجوم لفايد التراجي لذي تونسي في تجاه عبد القادر بالحسن عبد القادر بالحسن ينتظر دخول اللعب من التراجي معه في الهجوم ومخالفة ضد عبد القادر بالحسن مخالفة ضد عبد القادر بالحسن يعني عناك الحكم مسيد يمكي تشونغ وستفيد عن طريق أشرف قاسم كل كرة تمر عن طريق عشر قاصل فالدفاع ترجع من نوردين بوسنينة طرق ثابت تركيز كبير كان قبل المباراة على هذه على الخطط التكتيقية وعلى التركيز تيوال تسعين تكيخة لهذه المباراة الهامة في تاريخ ترجل هذه تونسي وفي تاريخ الكرة التونسية نوردين بوسنينة هذه برخيصة برخيصة على مارتين يا أخوها طلعت عبدالهادي محمد علي المحجوب قبل أوسكار عادي الحمروني وحكيم نويرا وتماس لفاية الزمالك المصري تمس لفاية الزمالك سلتشخي خلاعب الترجل تتح النتيجة عن طريق الهادي برخيصة وتفيد التماس لفاية طلعت منصور أشرف قاصل فاتجاه أوسكار وترجع الكرة من محمد علي المحجوب مباشرة في التماس لفاية ترجل الرياضي التونسي طلعت منصور طلعت منصور في تنفيذ التماس والمحاصرة متواصلة على أسكار ومخالفة لفاية الزمالك المصري مخالفة لفاية عفت نصار عفت نصار اللي مشاركش في مباراة الذهب نجدوه أساسي اليوم في هذه المباراة ومخالفة لفاية الزمالك أرقب المتقم الفني لترجل الذي تونسي وبنك اليحتاجين اتطلعت منصور في التنفيذ ومعفت نصاري قدم للهجوم التنفيذ وترجع من ماليتولي عادي الحمروني وهجوم معاكس لفيت التراجي وهذه برخيصة وفي ملاعب للمين ومازالت كرة لفيت الهادي برخيصة توزيع التوزيع وترجع من الدفاع وأشرف قاسم ما يخش كرة هذه مازالت كرة لفيت التراجي في مناطق الزمالك واخوانا تارق ثابت وتارق ثابت والتوزيع عن طريق الشيحي وكرة في مناطق الزمالك عبدالقادر بالأحسن وما يتمكنت علي بالناجي من التزديد وتخرج كرة تماثل لفيتة ترجي الرياضيتون في كورسا كانت وافحة لفيتة ترجي عن مكان الهجوم معاكس لليسار ستة متار لفيتة للزمالك اعادة للقطة الأخيرة ركنية تنفيذ أرضية وتزديدها من طرق ثابت تصطدم بلاعب من زمالك وتمر أمام الهجوم أوسكار والكرة لإتشاري لكن كانت بعيدة عليه وترجع لفيتة ترجي الرياضيتونسي طارق ثابت سيراجين الشيحي الشيحي طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت طويلة في اتجاه كانت مليتولي أو عيادي الحمروني يا أخوة عيادي الحمروني الآن والمليتولي الشيحي الشيحي يحاول المراهة لك فما تقتل من أشرف يوسف يا أخوة إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف أخوة إسماعيل يوسف الأشرف يوسف والمخالفة لفيتة زمالك المصري الوقت 26 دقيقة لعب ومخالفة لفيتة الزمالك المصري آخر مقابلة في البطولة المصرية أجرها الزمالك المصري كانت تمام فريق الإسماعيلية ونتيجة كانت تتعادل هدف لهدف تنفيذ المخالفة من طلعة عبد الهادي متحة عبد الهادي إسماعيل يوسف أمامه الشيحي محرك فريق الزمالك يتمكن من التواغل وفما مخالفة ضد نوردين بوسنينة وأمام الكرة عرفة النصار وإسماعيل يوسف يكون مردين بوسنينة بعد هذه المخالفة منتظر تنفيذ المخالفة المنطقة اسمعي يوسف محرك فريق الزمالك المصري ومخالفة عبد العليا الحكم من جزر الموريس لين كي تونغ تنفيذ المخالفة في وقت 27 دقيقة لعب من نشو تلاول نتيجة من تقرق ترجي هدف مقادر صفر هدف جاء عن طريق الهادي برخيشة في الدقيقة 16 حكم يامر الدفاع بشي مخر الأمطار القانونية التنفيذ تصطدم بلاعب من الدفاع وترجع تبقى لفايتة زمانك المصري عن طريق الشام يكن لكن يفوها عبد القادر بالأحسن والتمريرة وتماس لفايتة ترجي التماس لفايتة ترجي كرة صدمت بعرفة النصار وتماس يتنفذ عن طريق علي بن ناجي اللي أمامه أسكار ثم يخوها نويرا نويرا علي بن ناجي فاتجا عادي الحمروني حمروني يا أخوهاش يا أخوه اسمعي اليوسف أشرف يوسف علي بن ناجي نوردين بوسنينة محمد علي المحزوبي تخرج كرة من الدفاع على الأجناب اللي فايتة الطارق ثابت اللي حاول التوغل وتنفيذة تماز معي اليوسف معي اليوسف أشرف يوسف في الاتجاه أسكار أسكار ومعه الهادي برخيصة إلى أرادة ترجيع الكرة إلى أسكار لكن أسكار كان في وسط دفاع ترجي رياضي تونسي وكرة لفايت شكر الواع وكرة لفايت شكر الواع طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت كويلة من طارق ثابت مباشرة تنفيذة تماز لأسكار ملقع على أرضية الميدان يدخل تقم الطبي لزمالك المصري للعلاج تبعاً بشي تلقى أسكار الأسعافات العاجلة الوقت تسعة وشينة في خلعب من الشوطة الأول ونتيجة دايماً تفوق ترجلة تونسي هدف من قبل سفر هذه فكرة الملعب الأولى في المنزة في هذا اللقاء والتقيق أمانك والتسجيل برخيصة تيخة 17 من الشوطة الأول من هذه المبارات زمالك المصري كما تعرفوا في ثلاثة مرات بكأس أفريقيا للأنديا 84-86 وثلاثة وتسعين تاز مرة بالكأس العربية للأنديا والكأس الأفرو أسيوية سنة 88 والكأس الممتازة الأفريقية في الموسم الفارق وكرة ترجع لفيتة رجل رياضي تونسي لقطة رياضية طيبة من الزمالك عبد القادر بالأحسن وكرة في التماس تماس لفيتة رجل رياضي تونسي يتقدم الهدي برخيصة وعياد يحمرون للنسار ماليتولي في تنفيذ ماليتولي ماليتولي ومخالفة يشير للحكم سيد جينكي تشون لفيتة الزمالك المصري التنفيذ من أشرف يوسف أشرف يوسف أشرف قاسم وكرة عبد القادر بالأحسن يحاول الفتكاك هذه الكرة يفتكها كانت ماليتولي لكن تنشي ستة أمتار لفيتة الزمالك المصري وحسين السيد حاب يتسرع في تنفيذ يسرع في تنفيذ ستة أمتار لكن يقدموا لعبية ترجي للهجوم وتقع محاصر لعبية الخط الدفاعي لفيتة زمالك المصري والكرة مباشرة لفيتة ترجل هذا التونسي لفيتة الشيحي أشرف قاسم وحسين السيد والكرة لفيتة تارق ثابت ثابت تارق ثابت و تماث لفيتة ترجل هذا التونسي نصف علاب بوحس على نهاية تشعط الأول وتنفيذ تماث لفيتة ترجل سيراج الدين الشيحي وال مراقب الخط وشير إلى إعادة التماس لفيتة زمالك المصري وتنفيذ لمتحة عبدالهادي متحة عبدالهادي في تنفيذ التماس محاصرة لكل لعبية زمالك تارق ثابت تارق ثابت ماليتولي ماليتولي شيحي شيحي ماليتولي ماليتولي لشيحي شيحي ماذا تكرر لفيتة شيحي تتفاكلون من طلعت منصور ويتعكس الوجوم لفيتة زمالك المصري اسماعيل يوسف مزاد كرة رفاية زمالك اسماعيل يوسف في تجاه اسكار لكن ترجع من محمد علي المحجوبي في جهة كنت ماليتولي هشام يكن مباشرة لسراجدين الشيحي وشيحي طلعت منصور وتعود من جديدة عفة النصار وكرة رفاية زمالك المصري في مناطق اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف في راوغ سراجدين الشيحي ومزاد كرة رفاية اسماعيل يوسف والحكم يشير إلى مخالفة رفاية زمالك المصري تنفذ عن طريق اسماعيل يوسف أشرف قاسم أشرف قاسم متحة عبدالهادي طلعت منصور طلعت منصور ومخالفة ضد الهادي برخيسة انظار للهادي برخيسة أول انظار في هذه المباراة للهادي برخيسة والتنفيذ المخالفة عن طريق أشرف قاسم تنفيذ المقالفة عن طريق أشرف قاسم تنفذ من أشرف قاسم في اتجاه ويتشاري وترجع من نوردين بوسنينا ومباشرة في التماس لفاية زمالك المصري تنفذ في دقيقة لعب شوط الأول ونتيجة دائما تفوق تراجع هدف مقابل سفر هدف جهة عن طريق هذه بنخيصها في دقيقة 16 يسماعيل ويتشاري يحاول تنفذ من نوردين بوسنينا كنت مالي تولي مباشرة في اتجاه عب القادر بالأحسن ما تتخلطش لعب القادر بالأحسن يعاود يخوها علي بن ناجي فاتجاه عب القادر بالأحسن عب القادر بالأحسن ويتقدم الهادي برخيصة للوجوب ويتقدم مالي تولي ويتقدم العادي الحمروني والمحاولة من عب القادر بالأحسن لكن يتصدى لها الحارس حسين السيد وعكس وجوم لفاية زمالك المصري ومحمد علي المحجوب ممتازة منه قدام أوسكار قبله وحط كرة في التماس لفاية زمالك لفاية عفة النصار يتنفذ من عفة النصار أسلام فتحي أشرف قاسم أشرف قاسم أوسكار أوسكار وتمريرها متاعه ترجع أسلام فتحي إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف والكرة دائما اللي فيت زمالك المصري إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف ويتحرك أوسكار في دفاع الترجي رياضي تونسي هو هو يتشاري ويقدم دفاع الترجي ويقدم معها طبعاً يقدموا معها المهاجمين لفاية زمالك بس ما يقعدوص في موقع تسلل هذا ليش تمريرها الأخيرة لإسماعيل يوسف ملقات حتى لعب من زمالك المصري عيد الحمروني حكيم نويرا حكيم نويرا محمد علي المحجوبي نردين بسنينة 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 محمد علي المحجوبي محجوبي حكيم نويرا حكيم نويرا حكيم نويرا وكرة تخرج له تماش لفاية زمالك المصري حفظة تنقيق لعب عشد خير لنهايته شوك الأول طلعت منصور نويرا وبرخيصة وكرة في التماس تماش التنفيذ دائما عن طريق طلعت منصور يبحث على المساندى طلعت منصور اتشاري وتبريرها متعامة مقطعه ومباشرة النشيحي العبد القادر بالحسن العلي بن ناجي علي بن ناجي هذه برخيصة يتبركورة لليسار تخلط له ما تخلطه تماش لفاية زمالك المصري اسلام فتحي اسلام فتحي أشرف قاسم أشرف قاسم أشرف قاسم أشرف قاسم أشرف قاسم في اتجاه أوسكار وترويذ كوين من أوسكار وترجع ترقف في وسط توويت والمخالفة ضد اللاعب اسكار وانظار لأسكار مخالفة من اسكار مقصودة وافحة والحكم المشير الى مخالفة لفيت الترجل ياضي تونسي هاي الاعادة مخالفة من خلف انظار لا جدال فيه بالنسبة لهذه المخالفات وكرة تعود لفيت الترجل ياضي تونسي منكم اللاعب الغاني اسكار الحمدالله المحجوبي في التنفير المحجوبي من في اتجاه عادي الحمروني حمروني ويتحصل على ركنياء ركنياء او تميس ليفيت الترجل تقدم حكم الويراء والحكم يامر بيعادة التميس التميس يوعد لفيت الزمالك والتنفيذ لإسلام فتحي إسلام فتحي في تنفيذ التميس خفف التميس من إسلام فتحي أخو علي بن ناجي ترجع كرة مباشرة في التميس آخر لفيت الزمالك محمدالله المحجوبي وتميس ليفيت الزمالك المصري عد التلفزات الجنبية موجودة في منصة الصحفي شايخي تنفيذ الترمونات المحجوبي أرسي إذا عاثم تبعنا الأخوة المصريين لنقل هذه المباراة تشاري شايحي مباشرة من شكر الوعب من يو 30 دقيقة لعب سبع دقائق لنهاية تشوط لاور ونتيجة دايما تفوق ترجع الزمالك المصري هدف مقابل صفر هدف جاء عن طريق هذه برخيصة في الدقيقة 16 وتميس آخر لفيت الزمالك المصري كرة مخطأ من حكيم النويرات ترشي تميس لفيت الزمالك طلعت منصور في تنفيذ هذا تميس أشرف قاسم أشرف قاسم تمريرات الطويلة المعروفة لأشرف قاسم سيرانش دين الشيحي يتقدم ماليتولي يتقدم ماليتولي ومخالفة رفيت الزمالك قامنا عليها الحكام لينكي تشونغ قولة لأشرف يوسف أشرف يوسف طلعت منصور حكيم النويرا علي بن ناجي كان لابد أن ينتظر أكثر شوية هشام يكن سيرانش دين الشيحي مع اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف وكرة ترجع من طرح ثابت وتميس لفيت الزمالك المصري تميس ينفرز عن طريق اسماعيل يوسف عفت نصار ترجع من علي بن ناجي عشرف يوسف نوردين بوسنينة متحة عبد الهادي اسماعيل يوسف اسلام فتحي اشرف يوسف اسماعيل يوسف متحة عبد الهادي في اتجاه اوسكار وتدخل باهم من محمد علي المحجوبي مباشرة في التماس حص خيق لنهاية شوت لول ونتيجة دائما تفوق ترجع هدف مقابل سفر تنفيذ التماس من نتحة عبد الهادي اسماعيل يوسف الان من نازات كرة لفايت وتماس اخر لفايت زمالك المصري بعد تدخل نوردين بوسنينة اشراك ياخر كورة علي بن ناجي تتجاهها ملتولي وخروج عشان موفق لاشرف قاسم عشرف قاسم توزيع حكيم نويرا حكيم نويرا وتسطدم الكورة في اسلام فتحي تخرج مجاشرة في التميس وتفيد التميس عن طريق أشرف قاسر نخليها الإسلام فتحي وفقاك لنهاية تشوط الأول وفورة في مناطق الترجي بسنينة ومخالفة ومخالفة لفيت نوردين بسنينة يبقى نوردين بسنينة ملقى على أرضية الميدان لعبي الدوليين لفريق زمالة المحصن السيدة الحارس في شميكن خالد الغندور افتيات اليوم أيمن منصور يسمى الزوط في تشكيلة الزمالك في أعادة لنقطة الأخيرة وإسماعيل يوسف وأشرف قاسر هم لعبي الدوليين لفريق الزمالك المصري الزوز لعبين أجانب اللي زمالك المصري شاركوا في هذه المباراة هما أوسكار والتشاري زمالك المصري فاس بثمانية بطولات وثمانتاشم الكأس ترجي فاس دي أتنشم بطولة وسبعة كؤوس إلى جانب بطولة عربية للأندية البطلة تنفيذ المخالفة من محمد علي المحجوبي أربعة خيخ لنهاية تشوط الأول العبد القادر بالأحسن وترجع منه شميكن سيراجدين الشيحي العبد القادر بالأحسن متمرش الكورة العيادي الحمروني إسماعيل يوسف ومعاهل الشيحي أشرف يوسف أشرف يوسف والكورة لفيتة زمالك والنوردين بثنين يطلب من الحكم الرجوع الميداني يعود بعد مخافة الأخيرة في مرض 18 متر لترجل دي تونسي أشرف قاسم أشرف قاسم يتقدم على يدي الحمروني وكورة لفيتة طلعت منصور طلعت منصور وتماس لفيتة ترجل تماس لفيتة زمالك المصري مخالفة لأتشاري ضد الشيحي والتنفيذ من أسماعيل يوسف يبقى لاعب واحد في دفاع الزمالك هو هشام يكن تتنفذ وترجع من الدفاع وتسديد أسكا بعيدة على حرص شكري الويعر تقتيب لنهاية الشوك الأول ونتيجة دائما تفوق ترجل هدف مقابل سفر هدف دقيقة 16 عن طريق الهادي برخيصة أذن ركنية من عياد الحمروني وهي أول ركنية كانت حصل عليها ترجل هدف تونسي في هذه المبارات وفي هذا أشوك الأول من الدور النهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة إياب نويرا نويرا في تجاه الهادي برخيصة وتماس لفيتة زمالك وتماس لفيتة زمالك والتنفيذ عن طريق طلعة منصور طلعة منصور في تجاه أسكار يخوها النويرا عادي الحمروني يرجع خورة في تجاه كنات ماليتولي 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 مشتوم مثلا حتى لاعب مترجم يتقدم في منطقة الزمالك بعد هذه التوزيع من كنات ماليتولي أخو أحسين السيد الأشرف قاسم أشرف قاسم أشرف قاسم تبديل العاب بالأشرف يوسف مشام يكن قائد التاريخ يكن أشرف قاسم والتمرير أخوها عادي الحمروني الحمروني الشيحي الشيحي بها ياسر من الحمروني للشيحي الشيحي الماليتولي العبد القادر بالأحسن العبد القادر بالأحسن وكرة لفيتة طارق ثابت والتوزيع وترجع من الدفاع المصري على مرتين ويخوها حكي من نويرا نويرا علي بن ناجي علي بن ناجي والتمريرة لفيتة دفاع الزمالك لفيتة شرس يوسف يتقدم من ترجل الضغط على حامل الكرة طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت والتوزيع وحسن السيد يتصدر الكرة الأخيرة لتارق ثابت مباشرة في اتجاه اتشاري اتشاري والنوردين بوسنينة ترجع كرة من نوردين بوسنينة والحكم يشير إلى مخالفة لفيتة زمالك المصري الوقت القادر للشيحي الأول انتهى والنتيجة دائما تفوق ترجل الارتونسي هدف مقابل سفري اسمعيل يوسف وتصدي دفاع الترجل فما على الأقل تذطيق وقت بايع في الشيحي الأول بعد الهدف اللي سجل و ترجي في هذه المباراة أوسكار 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 طلعت منصور أشرف خاسم أشرف يوسف التوزيع من أشرف يوسف ترجع من محمد علي المحجوب نوردين بوسنينة خلي كرة تمر لعلي بن ناجي أشرف خاسم من جديد وتوزيع في تجاه أوسكار في تجاه أوسكار أوسكار ومعها عيدي الحمروني ماليتو لي يحاول لتصدي لكن تبقى كرة دايما لفيضة زمالك المصري في تجاه أوسكار والأمام وحاكم نويرة وتوزيع وترجع من علي بن ناجي وستة أمتار والتنفيذ من شكري الواعد التنفيذ من شكري الواعد أمامكم التوقيت نافذ من شكري الواعد برخيصة عادي الحمروني لا يقويش ترجع من الدفاع هادي برخيصة باها من هادي برخيصة 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 والتغطيام مرة أخرى من هادي برخيصة تارق ثابت في تجاه عبد القادر بالأحسن يما يخلقش على التورة هذي عبد القادر بالأحسن وتخرج التماس لفايلة زمالك المصري 47 دقيقة لعب وصوت له أمامكم فوزي برخيصة كيف تشاهدو فيه طبعا درب الترجع الرياضي تولسي نوردين بوسنينا متحة عبد الهادي نوردين بوسنينا تارق ثابت في اتجاه عبد القادر بالأحسن تقدم عبد القادر بالأحسن لك الكرة رجعت من أشرف قاسم وفي هذه الآوينة بالضبط يعلن الحكم سيد ليم تي تشونغ عن نهاية تشوت الأول بتفوق تارجل هذه تونسي على زمالك المصري هدف مقابل صفر هدف جاء عن طريق الهادي برخيصة في تخيص زمالك المصري جميعكم ليم تي تشونغ حكم هذه المباراة ورغم صفر صندوق فعنده خبرة كبيرة انت لاقذنا الشوط الثاني لفايت زمالك المصري كرة لفايت أشرف قاسم أشرف قاسم وكرة مقتهي عادي أخوة تراجع علي بن ناجي علي بن ناجي وتمريرها للعيد الحمر اللي ما تخلطش ترجع من جديد لأشرف قاسم أشرف قاسم فاتجاء الغندور هو اللاعب اللي يتمتع بتزديدات قوية وأعتقد أنه مش أعتقد أنا ما الغندور فعلا نخرى مكان اللاعب الغاني الثاني ففوف فريق الزمالك عفة النصار علي بن ناجي علي بن ناجي عيد الحمروني طويلة من عيد الحمروني فاتجاء عبد القدر بالأحسن ماليتولي من جديد صراج دين الشيحي وعبد القدر بالأحسن يطلب الكرة لليمينو طارق ثابت يتقدم أيضا لليمينو عم تقدر بالأحسن يمشي الوزن وعيد الحمروني للإنسار لكن ترجع من الدفاع المصري عن طريق أشرف قاسم ثم فاتن نصار وتوزيع في اتجاه أوسكار ومعه نوردين بوسنينة وكرة تخرج كماس لفيت ترجي الرياضي التونسي لفيت ترجي نوردين بوسنينة طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت وتمرير التويلة عبد القادر بالأحسن ناخوها شاشرق قاسم في اتجاه حسين السيد إذا كان الترجي في بداية في الشوط الأول توخى طريقة التوغل بالكرة في دفاع زمانك المصري بداية الشوط الثاني توخى في طريقة التمريرات التويلة للبقاء بالكرة في مناطق زمانك المصري طارق ثابت وتوزيع وترجع وتماس لفيت الترجري هذا يكون سيد في حونص بعد بداية تشوط الثاني ونتيجة دائما تفوق الترجي هدف مقاق صفر هدف جهة عن طريقنا هذه برخيصها فتخيخة ستاش علي بن ناجي طارق ثابت طارق ثابت علي بن ناجي سيراشدين الشيحي والحكم يامر موسط العاب بعد تصدي إشماعيل يوسف لهذه الكرة خروج نردين بوسنينا ومحمد علي المحجوب مع بعضهم وتوغل بالكرة في دفاع الترجي ومخالفة لفيتة زمالك مخالفة لفيتة زمالك أعادة للوقت الأخيرة مخالفة لفيتة زمالك المصري أراد توغل في دفاع الترجي ومخالفة لفيتة زمالك ونتظر التنفيذ لهذه المخالفة ومخالفة وخوم عفة النصار جباس وجدار صوت الترجي متكون من حكيم نوير الشيح مالي تولي وعيد الحمروني وتنفيذ المخالفة من أشرف قاسم إلى جنب وعفة النصار عفة النصار والتزديد وترجع من الدفاع وتبقى في مناطق الترجي اللي بتخرج عن طريق طرق ثابت مباشرة لدفاع الزمالك المصري أشرف قاسم قد لطولي بسنينة باهم بسنينة مباشرة في القاس ما خلني شكورك لهجوم الزمالك لفيتة أشرف يوسف كمان لفيتة الزمالك المصري عن طريق إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف طلع طنصور إسماعيل يوسف كرة من علي بناجي مع خواش تسري لفيتة تراجر تولسي علي بناجي علي بناجي علي بناجي علي بناجي هذا مركز التراجي في الهجوم عادي الحمروني لليسار بالحسن في الوصف وليجان في كنة ماليتولي وعنده توزيعات طويلة يتقدم الشيحي لليمين في الهجوم حسين السيد التنفيذ عن طريق متحد عبدالهادي متحد عبدالهادي نوردين بوسلينا ترجع الكورا إلى هجوم يكن ويتحدم ووجوم التراجي وفقط على حمل الكورا ماليتولي ومباشرة في التماس طبعاً إذا كان يتقدم الهجوم الترجع على حمل الكورا في الدفاع يقلق برش الدفاع المصري لأنه الدفاع المصري عنده بطء في ترجع مثل هذه الكورات استراج الدين الشيحي 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 ماليتولي ما تخلقوش الكورا وتماس لفايت زمالك المصري مروين قزمي وحسين القابس تقوموا لأن مش يعني عمليات تسخينية كل بنك تحت في ترجي وليد العبيدي الحارس معز الشايف هاي في العبيد مروين قزمي وحسن القابس يقوموا لعمليات تسخينية وراء مرمى زمالك المصري تنفذ التماس من أشرف قاسم يخوها ماليتولي ماليتولي وتمريرها ما تخلقش الهادي برخيصة لكن الترجي تحصل على تماس صراج دين الشيحي صراج دين الشيحي والحكم يشير إلى مقارفة عن تنفيذ التماس غالط من طرف صراج دين الشيحي أسماعيل يوسف بتنفيذ التماس الآن لفيتة زمالك خمسة خائف لعب في الشوطر الثاني ونتيجة هدف مقابل صف الهادي برخيصة فتيجي عبد قادر بن حسن عبد قادر بن حسن يتواغل يتواغل يعلن عن ضرب الجزاء إذا كان ليم كي تشونج يعلن عن ضرب الجزاء فهي ضرب الجزاء صحيحة ألف في المئة لأنه هذا الحكم حكم ماهوش سهل باش مهاجم يعطيه ليه ولا مهاجم يكون بعملية مهية فضرب الجزاء كانت صحيحة وهي صحيحة والحكم على سواب وضرب الجزاء لفئة ترجل هذه تونسي ولقاش آخر من زمالك المصري مع الحكم مسايد ليم كي تشونج ضرب الجزاء في دقيقة السادسة من الشوطن الثاني لفئة ترجل رياضي تونسي من عاش علاج فما نقاش مع الحكم من الحكم أعلن عن ضرب الجزاء صعيحة يأسر إذا كانوا باش يرجع في القرار متاعه وضرب الجزاء لفئة ترجل رياضي تونسي في ستة دقائق لعب من الشوطن الثاني سيد ليم كي تشونج يعلن عن ضرب الجزاء لفئة ترجل رياضي تونسي عملية كانت طيبة جدا من عبدالقادر بالأحسن نية توقف الفضي فيها مراوغة أولى والثاني عشام يكني تصدلوا ويتحصل على ضرب الجزاء ننتظرنا الآن ما تبقى هو أن ننتظر التنفيذ هذه ضرب الجزاء علي بن ناجي في التنفيذ أمام حسين السيد الساعة تشير إلى سبعة دقائق لعب في الشوطن الثاني وعلي بن ناجي يضع الكرة في مكان وليم كي تشونج يامر الحرس حسين السيد بالوقوف في المرمى متاعه والضرب الجزاء علي بن ناجي أمام حسين السيد سبعة دقائق لعب في الشوطن الثاني التنفيذ التنفيذ والهدف الثاني والهدف الثاني لفئة ترجل رياضي تونسي هدفين لصفر في سبعة دقائق لعب في الشوطن الثاني ترجل حقق الهدف الثاني وبداية مرة أخرى ممتازة وأحلى بداية لترجل بهذا اللقاء هدف نول في التحيق السبعة والهدف الثاني في التحيق السابعة في الشوطن الثاني وفي أوقات متاع الأهداب ممتازة جدا لفئة ترجل رياضي تونسي علي بن ناجي صاحب غرب الجزاء أمام مولدي طهران أمام ايوان وانيو ويحقق الآن غرب الجزاء أخرى أمام الزمالك المصري هدفين لصفر للترجل بعد مذين من يتقاق لعب في الشوطن الثاني وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأمور تكمل كما هي عليها الآن أو ربما أحسن بالنسبة للترجل رياضي تونسي بالنسبة لكورت خدمة تونسية وبالنسبة للرياضة التونسية كنا لفئة للترجل رياضي تونسي لفئة محمد علي المحجوبي شيء ممتاز جدا شيء هيل شيء رائع وأنه ترجي في سبعة دقائق لعب في الشوطن الثاني يتمكن من تحقيق زوز أهداف يتمكن من الوصول إلى شفاك الزمالك المصري في زوز مناسبات هدفين لصفر بعد تعادل في القهرة صفر لصفر ننتظر تغيير آخر تسوي في فريق الزمالك المصري فكرة عن المحاصرة الموجودة على متحة عبدالهادي مع عياد الحمروني كورة يخوها متحة عبدالهادي اسماعيل يوسف علي بن ناجي علي بن ناجي يستميت عبدالقادر بلاحسن الكورة لفاية زمالك المصري مخالفة تتنفذ بسرعة وتصدي من عياد الحمروني لفاية زمالك المصري وخروج سراشدين شيعي وعبدالقادر بلاحسن وتعود طار إلى خثابة الهجوم طار إلى خثابت approved قدر بلاحسن ييتم كورة لليمين يخوها يخوها معه هشام يكن يحط كورة في تماس لفاية ترج ريادي تونسي لفاية ترج ريادي تونسي تماث بعد كرة خرجت من هشام يكن نمام عبدالقادر بالاحسن تماث لفاية التراجي وتنفيذ لسيراج الدين الشيحي هدفين لصفر بعد موذي تقريب عشر دقائق في الشوط الثاني ممتاز جدا وممتازة هذه النتيجة محمد صبري اللاعب اللي كان أساسي في المباراة الثهاب يدخل الآن في مكان أشرف يوسف خلي ما كانوا لي أشرف يوسف إذن محمد صبري زيز لايبي هجوم والحكم يامر موصلة لعب وكرة تعود لفاية زمالك المصري مولا لفاية محمد صبري وأسكار في موقع التسل الواضح يشير لمرقب الخط ويعلن عليها الحكم السيد لينكي تشونغ هدفين لصفر فكرة عن جمهور رائع في هذه المباراة جمهور المنبهب بنسبة ترجل هذه تونسي كان موجود في القاهرة بكثافة ما لا يقل عن ثلاث ألاف متفرج اليوم ملعب المنزة غاص بالجماهين غاص بأحباء الترجل وبأحباء الفريق اللي مثل كورت القدمة التونسية كانت ماليتولي ماليتولي تعود لزمالك ماليتولي من جديد وكورة لفاية محمد صبري ومخالفة لفاية زمالك المصري وحكم يامر بتنفيذ المخالفة من موقع متاح الصحيح إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف والتمرير في عشرف قاسم طلعت منصور وكورة مباشرة في تماث لفاية زمالك المصري نفذ تماث والتماس آخر لفاية زمالك المصري تماث آخر لفاية زمالك المصري حتى شكيخ على عفو الشوت ثاني والنتيجة هذا فايل لسفر لفاية ترجل رياضي تونسي أمام زمالك المصري في هذا دور نهايي لكأس إفريقيا للأنجل البطلة إياب التنفيذ المخالفة عن تاريخ الغندور وهو معروف بالكورة الثالثة تنتعى وخروج موافق لشكر الله ترجيع طيب لليمين ومهوز في الوسط لتفادي الاستقبال وتفادي تسجدات بالنسبة لهجوم زمالك المصري وتماس لفاية ترجل رياضي تونسي تماس لفاية ترجل رياضي تونسي والتنفيذ عن تاريخ سيراجدين الشيحي كانت مليتولي كانت مليتولي شيحي 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 والكورة فاتجاء عبدالقادر بالأحسن يخرج حسين السيد يرجع الكورة مباشرة سيراجدين الشيحي شيحي طارق ثابت طارق ثابت علي بن ناجي علي بن ناجي عبدالقادر بالأحسن لخريكه لتمر وأشرف قاسم ومعها كانت مليتولي ومباشرة لحسين السيد احسين السيد وترجع كورة من احسين السيد من الزمالك علي بن ناجي عادي الحمروني عادي الحمروني الحاكم نويرا في اتجاه عبد القادر بالاحسن عبد القادر بالاحسن عبد القادر بالاحسن نازلت كورة لي فيت عبد القادر بالاحسن وتتقص من هجام يكن ويخوها اشرف قاسم كانت تكون اختيرة على دفاع الزمالك عادي الحمروني حمروني والتوزيع وترجع من اشرف قاسم وكم لا ديما 노�يفية الترجل هدي بن خيص علي بن ناجي يتقدم سيراج الدين الشيحة يا أخوة وترجع من الدفاع الزمالك يا كفما مخالفة ليnergt الترجل رياضي تونسي وتنفيذ عن طريق علي بن ناجي علي بن ناجي فياتجاه طرح ثابت ولات توزيع وركنية وركنية للفية الترجل رياضي تونسي ركنية للفية الترجل في وقت 13 كيقع لعب مشوت الثاني وركنية للفية الترجل رياضي تونسي لمتفوق هدفين مقابل صفر زمالك المصري في هذا دور نهائي لكأس إفريقيا للأنجل بطلة وركنية لفاية عائد الحمروني تنفيذ يتقدم الهدي بنخيصة ويتقدم نظرين بخنينة كالمعتاد في هجوم زمالك المصري وتنفيذ من عائد الحمروني تنفيذ من عائد الحمروني تتنفذ عالية وما يخلطش عليها الشيحي وتخرج 6 أمتار لفاية زمالك المصري الشيحي هو اللي يتقدم في القائمة الثانية لمرمى الزمالك إعادة للركنية الأخيرة إعادة للركنية الأخيرة وره تعود للعب وره تعود للعب لفاية زمالك نعود لفاية زمالك الشيحي وتماث لفاية زمالك محمد صبري ويتقدم برخيصة ومخالفة لفاية زمالك المصري مخالفة لفاية زمالك المصري توقيت 15 شقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني ونتيجة هدفين مقابل صفر الهدف ستر شقيقة لعب لها دي برخيصة الثركنية من عائد الحمروني في الشوط الأول شقيقة 250 علي بن ناجي أثر ضرب الجزاء بعد ما تمت عرقل عبد القدر بالحسن في مناطق زمالك المصري وكرة تماث لفاية تترجل رياضي تونسي تماث لفاية تترجل رياضي تونسي تماث لفاية بل فعلا تماث نفذ تماث عائد الحمروني أشرف قاسم علي بن ناجي تصدى الكرة هذه ثم حاكم نويرة وكرة مباشرة في دفاع زمالك المصري لكن الحسين سيد من غير ضغط من الهجوم أترجل يخو كرة كل راحة ويرجع وكرة لفاية تسكار وترق ثابت طبعا لتفادي كل مفاجأة غير صار يحط كرة في الركنية لفاية تزمالك المصري لفاية تزمالك المصري الركنية والتنفيذ أعتقد عن طريق الغندور وتنفيذ عن طريق الغندور ساحب بالأحرى اختصاصي في تنفيذ الكرة الثابتة لفاية تزمالك المصري زمالك المصري الأكثر الفرصة اللي اخلقها في مقابلة الذهاب كانت أثر كرة الثابتة أثر محالفات أو أثر ركنيات ركنيات ذن لفاية تزمالك المصري في وقت تشكيخ لعب من الشوطة ثانية وانتج هدفين مقابل صفر في هذا دور نيائي كأس إخريق للأندي البطلة ترجع الكرة الرسمية للعاد وتنفيذ الركنية التنفيذ غندور 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 وتفتك الكرة من كنة ماليتولي كنة ماليتولي يحاول عكس وجوم لفاية تترجع يدي الحمروني وعند قدر بالحسن يوته بالكرة تخلطه تخلطه الكرة وفهم الهدي برخيصة يوته بالكرة في وسط الدفاع هدي برخيصة هدي برخيصة هدي برخيصة والهدف الثالث والهدف الثالث 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 هدف الثالث ثالث هدف لترجع ثالث هدف لترجع مدروسة مدروسة مقصودة الهجوم معاكس من الخطط اللي يتدرب عليها الترجع طويلا ثلاثة أهداف مقابل صفر هجوم معاكس سريع هدي برخيصة يتوغل ويحقق الهدف الثالث ثلاثة أهداف مقابل صفر نفاية ترجل ياضي تونسي ثلاثة هداف في شباك الزمالك المصري ثلاثة هداف الهدف الثالث في تقيقة سبعتاش من الشوط الثاني ممتاز جدا هاي رائع كل كل ما نجموا في هذه المباراة في هذا الشوط الثاني سبعة دقائق هدف ثاني 17 تقيقة هدف ثالث اعتقدت ان هذه الكاسة الافريقية في طريقها لنادي تونسي اخر للترجل ياضي تونسي لكن لا نسبق الاحداث نبقى في هذه المباراة ونعيش جوال ملعب الولمبي المنزل مباشرة وهذا الهدف الثالث اللي يعطي اكفر فيها واكفر اطمئنان للترجل ياضي تونسي في هذا دور نهائي لكاس افريقيا للاندية البطلة حتى حد ما يشك في جدارة الترجل بهذه الكاسة الافريقية حتى حد ما يشكه ان الترجل ياضي تونسي يستحق هذه الكاسة الافريقية عن جدارة سوى فوق ميدانه او خارج ميدانه تألقها ولا زال يتألق في هذه المباراة وكورة ترجع من محمد علي المحجوبي تبقى لفيتل الزمالك التزديد عن طريق محمد صبري تستضم بالدفاع وتعود كورة لفيتل اسكار الآن اسكار وتدفت من طارق ثابت سراجدين الشيحي عبدالقادر بالحسن يحاول المراغة اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف طلعت منصور محمد صبري وماليتولي قبلوا يخوها الآن حاكم نويرا كانت ماليتولي وتصدي اخر من حاكم نويرا لكن تعود من جديد لفيتز امريكا المصري وحذري من الهجوم المعاكس وتتخصص عن طريق هذه برخيصة معالي بن ناجي مباشرة من شكر الوعر شكر الوعر وترجيع من شكر الوعر في تجاه محمد صبري محمد صبري اسكار بارخ ثابت طارق ثابت محمد صبري اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف طلعت منصور تبديل كامل للعاب في تجاه أشرف خاسم ومتعة عبدالهادي وكورة تخرج ستة عمتار نتيجة ممتازة جدا نتيجة رائعة ونتيجة خلينا طبعا نعيش فرحة كبيرة في الملعب الأولمبي بالمنزة بهذا الانتصار ستة عمتار لفيتز امتار ترجع هذه تونسي ستة عمتار والتنفيذ عن طريق شكر الوعر التنفيذ عن طريق شكر الوعر والتنفيذ الآن لمحمد علي المحجوب كورة في اتجاه عياد الحمروني وترجع من الدفاع المصري مباشرة في التماس لفيتز ترجع هذه تونسي لفيتز هذه برخيصة ساحب سوز أهداف في هذه المباراة اللاعب اللي يتقلق من أسبوع إلى آخر من مباراة إلى أخرى عياد الحمروني والكورة تخرج تماث لفيتز زمالك المصري تماث لفيتز زمالك نأخذ أشرف المدحة عبدالهادي وتتفك الكورة وكانت مليتولي وكانت مليتولي والتمر ما يمررش خير تزديد وتمر جانبية تمر جانبية قفتوا إذا كان الترجع دار سليح دفاع المصري في لقطة هذه الأخيرة هي الضغط على حامل الكورة هي الضغط على دفاع زمالك المصري طبعاً لأنه زمالك المصري عنده بطء في ترجيع الكورة وتخريج الكورة من مناطقه هذا عليك في شوطة ثاني زمالك المصري قاعد يلقى في برشة صعوبات في أمام هجوم الترجع الرياضي التونسي كذلك الهجومات المعاكسة كورة تفرز من عاد حاكم الرياضي عادي العمروني يتحول هذه برخيشة إلى قلب وجوم ثاني وهذا عليك لهذه برخيشة خذ الكورة هذه أمام دفاع زمالك المصري وتمكن من تحقيق الهدف الثالث لفايتة ترجع الرياضي التونسي مخالفة لفايتة ترجع للمخالفة لفايتة ترجع توقيت 21 دقيقة لعب في شوطة ثاني ونتيجة تفوق ترجع ثلاثة أهداف مقابل سفر اللقطات طبعا مش مش لايقا طبعا نريده لقاء التأخي لقاء التحابب لقاء الأخوة التونسية المصرية لقاء عربي بحث وطبعا ما يلها إلا مباراة كورت قدم لا أكثر ولا أقل مهما كانت نتيجة في المباراة مهما كان الفائز مهما كان المتحص على هذه الكأس هي رياضة ورياضة وسيلة لتأخي والتحابب بين الشعوب وطبعا مثل أهداف مقابل سفر ربما الزمالك المصري أعتبر هذه النتيجة فقيلة لكن هذه هي الرياضة هذه هي أحكام الكورة فائز ومنهزم ومتعادل طريق برشلونة الأسبانيين هزم في الدور نيائي لكأس روب الأنجل البطلة أربع أهداف مقابل السفر تقبل الهزيمة تقبل بكل روح رياضية هذه الهزيمة هذا هو المرغوب فيه وهذا هو اللي يجب أن تكون هذه مشاهد أخرى لكورتكام والهادي برخيصة يتمكن من تحقيق الهدف الثالث لفايتة ترجي الرياضي تونسي الهدف الثالث ممتاز جدا دارس ترجي الهجومات المعاكسة طبعا هدف الثالث خلي الترجي يطمئن على التتويش خلي الترجي يكون مستثيق أكثر بنفسه عنده ثقة في إمكانياته هذا مكان منذ بداية المشوار هذا مكان منذ أن ترجي الرياضي تونسي وقد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ايضا كانت ممتازة لتراجي بالنسبة لكاس الفريقية للأنديا البطلة منذ بداية المشوار منذ بداية الدور الأول مع فريق مركينة فاسو تراجي كان مركز على هذه الكاسة الأفريقية كان هدف الأول من نسبة التراجي هو كاس الفريقية للأنديا سيتسمى سببو برئيس 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 برئيسي برئيس برئيس بالنسبة لكاس تدخل سجل تراجي في هذا الكنس تراجي فاس بالبطنة العربية للأنديا البطلة اللي نظامها في تونس بالتسجيل وخمتنش ندف بدون قبول أي هدف يستأنف اللعب بذن فايت علي بن ناجي وماليتولي وكرة أفرس التمتار لي فايت زمالك المصري يستأنف إذن اللعب لفاية تزمالك المصري الوقت القانوني الوقت الصبورة اللامة هي 25 دقيقة العال لكن الوقت الصحيح بشكون عند سيد الحكم لأن التوقف اللعب بعض دقائق عنده قيمت وفي نهاية المباراة وكورة لفاية الغندور وتتفك من علي بن ناجي علي بن ناجي واسكار اسكار اسكار محمد صبري محمد صبري والتوزيع ومحمد علي الهادي برخيس اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف محمد صبري محمد صبري اسلام فتحي اسلام فتحي شرف واشرف قاسم وتسن الوضع ضد فريق زمالك المصري 26 دقيقة لعب فشوطة ثاني ونتيجة 3 هداف مقابل صفر لفترة رجلية ذي تونسي من زمالك المصري في هذا دور نهايي لكأس إفريحة للأنديا البطلة الدور النهائي إيهاب والكأس موجودة في الملعب الأولمبي بالمنزة تنتظر قائد فريق أتى رجل ياضي تونسي هذه برخيسة هذه برخيسة هشام يكن هشام يكن محمد علي المحجوبي محمد علي المحجوبي فاتجاه ماليتولي ماليتولي علي بن ناجي فاتجاه عبد القادر بالأحسن عبد القادر بالأحسن عبد القادر بالأحسن وتزديدها جانبية تزديدها من عبد القادر بالأحسن كل جانبية اللي مر مع حسين السيد وهو يستعنى في اللعب لفيت الزمالك الآن هذه إعادة ولقطة أخرى لعبد القادر بالأحسن وتزديده تمر جانبية كرة تخرج تماث لفيتا ترجر ياضي تونسي عمد علي المحجوبي عبد القادر بالأحسن اللي منذ أسابيع استرجع استعداداته العادية اللي عرفناها في السابق وكرة لفيتا زمالك المصري تتفك الكرة للغندور ويتعكس الهجوم لفيتا ترجر ياضي تونسي عبد القادر بالأحسن عبد القادر بالأحسن عبد القادر بالأحسن وعبد القادر بالأحسن ويضيع فرصة فرصة هدف رابع لفيتا ترجر ياضي تونسي عادة وجمعها كسرية لفيتا ترجر عبد القادر بالأحسن الرغم موجود متحط عبد الهادي ما كان من التزديد لكن مرت جانبية لمرمى حسين السيد تتحدثت على العودة قوية لعبد القادر بالأحسن في هذه الأسبوع الأخيرة في البطولة الوطنية لكرة القدم أو في كاسة فريقية الأندية معاك ترجر هدف تونسي ومحاول من علي بن ناجم ومحاول التزديد في البعيد في فيت زمالك المصري المدرب المنساوي لزمالك المصري متفائل بعد مقابل تذهب طبعا سنعود بالكاس قال من تونس طبعا تفائل معقول تفائل طموح معقول لكل مدرب ولكل لعب يلعب مقابلة على الأرضي ويتحاول يلعب خارج ميدانه محمد صبري محمد صبري وإسماعيل يوسف أشرف قاسم أشرف قاسم أشرف قاسم أسكار أسكار إعادة لنقطة الأخيرة ومخالفة يبقى شكري الواعر على ملقع على أرضي الميدان أتمنى أنه لباس شكري الواعر اللي قدم مقابلة ممتازة جدا في مباراة الذهاب تألق بصفة خاصة مباراة الذهاب الوقت 30 دقيقة لعب في الشوط الثاني ونتيجة 3 أهداف مقابل صفر اللي يجب أن ترجق عن بيه التهديف في 20 دقيقة الأولى ثم التهديف في 10 دقيقة الأولى في الشوط الثاني ثم في 20 دقيقة الأولى من الشوط الثاني ترجق نفسه متفوق ب3 أهداف مقابل صفر يعني توقيت الأهداف ممتاز جدا بالنسبة لنساق المباراة بالنسبة لمتابعة المباراة مش يكون الترجل هذي ارتاح عنده ثقة اكثر طبعا اذا كان اذا كان ثلاثة اهداف مقابل سفر بعد عشرين دقيقة من الشوت الثاني تخلي الترجل يلعب اكثر راحة لبقية المشوار في هذا اللقاء لكأس افريقيا للانديا البطلة اياب برخيسة برخيسة محمد علي المحجوبي تبديل كامل للاعب من محمد علي المحجوبي لطارق ثابت طارق ثابت لنزاد كرة لي فيت ويحاول يتواغل وتماس لي فيت ترجي بعد تدخل اسماعيل يوسف امام طارق ثابت تماث لي فيت ترجي رياضي تونسي تماث لي فيت ترجي حسن القابسي يستعد للدخول شيحي علي بن ناجي فاتجاه عبد القادر بالاحسن هشام يكن يخل الكورة الاشرف قاسم ترجيع كورة من اشرف قاسم الغندور يتقدمه معه هذه برخيسة خوه هذه برخيسة علي بن ناجي فاتجاه عياد الحمروني وترجع من الدفاع المصري مرة اخرى متحة عبد الهادي هذه برخيسة والتمريرة ما تخلطش تخلط عياد الحمروني وتماس لفيت زمالك المصري بعد لقطة فنية من عياد الحمروني واحد وثلاثين دقيقة لعب الشرطفين النتيجة ثلاث هداف مقابل سفر لترجي من زمالك المصري حمد صبري حمد صبري ما يحكمش ترويذ الكورة وترجع لسيراج الدين الشيحي الشيحي وعبد القادر بالحسن يطلب الكورة عبد القادر بالحسن يطلب الكورة في الوسط ثم اللي تليل في الوسط ايضا وتمرير لتارق ثابت لكن الكورة تخرج 6 مطار لفيت زمالك المصري تغيير اول في فوق تراجر هذه تونسي خروج عبد القادر بالحسن ودخول حسين القابس ننتظر اشارة الحكم بالتغيير سماح بالتغيير في هذا اللقاء اوسكار اوسكار تبقى الكورة عنده رغم تدخل علي بن ناجي وتمرير محمد صبري وفهم الغندور في وصدفاع التارجي وترب الكورة في القائمة الاول فهم في القائمة الثانية الان وترجع من الهادي برخيصة ومباشرة حكيم الناس ومباشرة في التماس لفيت زمالك المصري تغيير الاول في التارجي في دقيقة 32 تغيير في صفوف التارجي تغيير اول في صفوف التارجي فروج عبد القادر بالاحسن ودخول حسين القابس تغيير في صفوف التماس عن طريق اسماعيل يوسف معايل يوسف ينفذ التماس في اتجاه اوسكار يخوه اوسكار بالرأس طلعت منصور اوسكار تدخل محمد علي المحجوب يعني بن ناجي بعد الخطر وتماس لفيت زمالك المصري لانها لمسة لاعب من زمالك المصري وتماس لفيت تارجي لفيت سراج الدين الشيحي علي بن ناجي علي بن ناجي لحسن القابسي حسن القابسي حسن القابسي حاول مراو ولكن يخوه هاي شامية كثيرة هذي برخيصة يخوه كرة هذي هذي برخيصة حسن القابسي لها ماليتولي ماليتولي يدخل للوسط ماليتولي ماذا تكوره لفيتو العياد الحمروني عياد الحمروني والتوزيع في اتجاه ماليتولي يخوها حسان الجابسي وتزديد وفوق المرمى وفرصة اخرى تذيها على الترجي فرصة اخرى تذيها على هجوم الترجي تمرير باية من عياد الحمروني ما يخوها شمالي توليد تمشي لحسان الجابسي والتزديد فوق المرمى هجوم سريع كان للترجي من مالي توليد اخذ كرة ودخل في الوز وتمرير العياد الحمروني والتزديد من حسان الجابسي تمر فوق مرمى سين السيد 34 لقا لعب في الشوط الثاني ونتيجة تفوق ترجل ثلاث هدف مقابل سفر كانت ما يتولي عادي الحمروني عادي الحمروني يتواغل يتواغل وتسديد ضعيفة تخرج ستة أمتار لفائدة الزمالك المصري تخرج ستة أمتار لفائدة الزمالك المصري بعد هذه التسديد من عادي الحمروني أربعة وثلاثة تطقيق العب في الشوط الثاني محمد صابري أشرف قاسم كله من أشرف قاسم في تجاه حكيم الويرة يا أخوها الغندور الغندور مع أهل يدي برخيصة غندور محمد صابري محمد صابري محمد صابري وترجع الكرة لفائدة الغندور الغندور والتمرير مرة أخرى لفائدة محمد صابري وتصديد ممتاز من نوردين بوسلينة ثم طارق ثابت علي بن ناجي علي بن ناجي ومراقب الخط يشير إلى تسلل اللي ربما ما يكونش تسلل اسلام فتح عمانكم بنكة احتياتيين ترجي فوزي بن زرتي بلحسن مريع محسن من راش بفتح عبيد بلحسن نعمارة كل طاقم فني لترجع رياضي تونسي والعبية الأحتياتيين كذلك الشيخ محمد ريس فخري ناجح رئيس ترجع رياضي تونسي أيضا موجود على باكة الأحتياتيين سيد سليم شيبوف وكرة مختهة من علي بن ناجي وتوغل ونوردين بوسلينة يتصدى اخوها الغندور غندور غندور وخروض شكري لوعاد كنا مكنتش تخطير على دفاع الترجي لكن الترجي كان حذر من مثل هذه الوجوهات عشرة دقائق للمباراة عشرة دقائق تفصلنا على تتويج الترجع رياضي تونسي بطل الأفريقية من الأنديا لأول مرة في تاريخ ونه المرة الثالثة في تاريخ قرط قدم تونسي بعد النادي بن زرتي النادي الأفريقي الآن يأتي دور الترجع رياضي تونسي ليوذيف في سجله كأس أفريقية بعد ما أضاف في سجله البطولة العربية للأنديا البطلة منذ زوز مواسق أشرف قاسم أشرف قاسم أشرف قاسم نوردين بوسنينة بوسنينة تجاه مليتولي حسين السيد حسين السيد أشرف قاسم أشرف قاسم طلعت منصور وتماس لفيتة ترجع رياضي تونسي تماس لفيتة الترجع ترجع كورة من شكري الواعر ننتظر ترجع هذه كورة هشام يكن الهادي برخيصة استماتم الهادي برخيصة تزديد قوية وحسين السيد قوية من هادي برخيصة وحسين السيد يتصدق بعادل اللفتة الهادي برخيصة تزديد أرضية قوية والتصدي الخارس أحسين السيد هذا المدافع المهازم هذا اللاعب يتحسن كثيرا بسفة ملقوبة بأواخر الموسم الفارق وفي هذا الموسم وأشكار يخرج وبنفسه يجيب الكورة تم اتخارج التماس تم فيتعف التماس عن طريق حاكمة ملويرة حسين الجيبسي حسين الجيبسي حسين الجيبسي والتمرير المالي تولي ما تخلطش الذي يعود الزمركة المصري للهجوم عن طريق أوسكار ومعه نورديم بسنينة 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 أحضر حراف التماس واله Angels تم فيتعف إلى طريق أوسكار اسماعيل يوسف اسماعيل يوسف أسماعيل يوسف متحة عبد الهادي هشام يكن يقدم هجوم التراجع على دفاع الزمالك أشرف قاسم أشرف قاسم طلعت منصور ويتعكس الوجوم لفاية تراجع رياضي توسي لفاية حسن القابسي لكن يخوها متحة عبد الهادي والأسماعيل يوسف يخوها سيراجدين الشيحي طارق ثابت طارق ثابت معه إسماعيل يوسف يخوها إسماعيل يوسف سحب فضرة كبيرة هذا اللعب لعب دولي محرقة زمالك المصري وتماس لفاية زمالك المصري 39 دقيقة لعب فشوة ثاني وانتج دايماً 3 هداف مقابل صفر للترجل أمام زمالك المصري تنفيذ تماث من محمد صبري وشام يكن يراجع على الكرة بدون ترويذ طبعاً لأنه حسن القابسي كان متقدم الكرة تخرج تماث لفاية الترجل رياضي تونسي وتنفيذ عن طريق نوردين بوسنينة التنفيذ عن طريق نوردين بوسنينة ممكم التوقيت 5 دقائق بالضبط لنهاية الوقت القانوني لهذه المباراة مليتولي علي بن ناجي في اتجاه حسن القابسي لكن قبله هشام يكن يحطق رفاة تماث تماث لفاية ترجل رياضي تونسي 5 دقائق تفصلنا على التتويج 5 دقائق تفصلنا تفصل كورت قدمة تونسية وتفصل الرياضة التونسية على رفع هذه الكأسة الاتريقية رقم 30 في تاريخ كأس افريقيا للانديا البطلة تارق ثابت تارق ثابت عادي الحمروني والمدخلات شكورة لكانت مليتولي تتقسم الناشر في قاسم يتقسم هجوم لفاية الزمالك المصري الغندور 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 أمامه هذه برخيصة خالد الغندور خالد الغندور تلعب منفور وفما ثلاث العيبين في موقع تسلم تسلم من من الزمالك المصري يشير له مرقب الخط وعلى صواب وتماث لفاية ترجل رياضي تونسي بل تسلم لفاية تترجل رياضي تونسي أربعين دقيقة على العب واحد واربعين دقيقة على العب أربعين دقيقة على العب أربعين دقيقة لنهاية المباراة ترجع لكورة من أشرف قاسم مسيرة تترجل في هذه الكاسة الأفريقية الناجحة مئة في المئة منذ بدايتها إلى حد هذه الدقيقة وطبعا من أصبح عام من أقوى الفرق الأفريقي أكد ذلك في إيوان وانيو في أواري ثم أمام الفريق الجزائري ملدية وران وأخيرا في القاهرة أمام الزمالك المصري قد مقابلة ممتازة جدا مقابلة مشرفة لكرت القدمة التونسية بوجه مشرف جدا على جميع المستوات على المستوى الكروي على مستوى الانذباط وعلى مستوى الأخلاقي في أستاذ القاهرة كان أحسن سفير لكرت القدمة التونسية وأحسن سفير للرياضة التونسية من خلال مباراته أمام الزمالك المصري في القاهرة اليوم ترجي خلال مبارات بنية الحصول على هذه الكأس الأفريقية وإضافة كأس أخرى هو الهدف لفيتة زمالك تلقى قبل نهاية المبارات يتمكن عفة نصار من التقيق الهدف الأول لفيتة زمالك المصري تنزيع من أوسكار وعفة نصار وحقق الهدف الأول طبعاً إذا كانت رجبت فوق ثلاثة هداف مقابل صفر في هذه المبارات من الحاجات اللي ممكن تسير بعد أن تساعد ثلاثة هداف مقابل صفر في دور نهائي وما فلماش أدفع أهداف مقفولة مقبولة وأهداف مكفوعة فيما يخص مقابلة الزهاب معقول وأن يكون نوعاً ما نزول في المحاصرة أو في بعض الأحيان يبعدوا نوعاً ما اللاعبين على المحاصرة هذا صار لطلاج في كوهران بعد هدفين مقابل صفر بالزول الزهاديف لكم نحن 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 طبعاً نتيجة كما هي إلى نهاية المبارات إلى تصفيرها نهائية للحكم السيد ليم كي تشونغ وكورة لفيت زمالك المصري وكورة لفيت زمالك المصري لفيت طلعت منصور طلعت منصور وكورة لفيت هشام يكن تخيغتين لنهاية المبارات لنهاية الوقت القانوني طبعاً أشرف قاسم أوسكار وكورة ببعدها طرق ثابت إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف اتجاه أوسكار معه طرق ثابت والتزديد واختيرة من محمد صبري مرت بقليل فوق مرمى شكري الواعي دقيقة 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 مازالت لنهاية المبارات أتراجي بطل الأفريقية للأنجل بطلة لموسم 94 أحلى انتسار وأحلى تتويج طبعاً في سنة الرياضة والروح الأولمبية بعد تتويج منتخب الجودو بعد تتويج كورة لفيت بطل أفريقيا بعد تتويج ندير أفريقيا في بطول العربية للكورة التائرة يأتي تتويج آخر لهذا الموسم موسم سنة الرياضة والروح الأولمبية وطبعاً هذا تأكيد على أن تونس هي تونس الرياضة وتجيع من طبعاً تجيع كبير من الرياضة التونسية وتشجيع من سيادة رئيس الجمهورية جمهورية جمهورة عبدالبن علي للرياضة وتشجيع الرياضيين على تنثيل تونس أحسن تنثيل وتشريف الرياضة التونسية أخلى تشريف هذه النتائج أتت بالعمل والمثابرة والتشجيعات المتواصلة والوقوف لجانب الرياضيين في تونس في كل مناسبة سواء في تونس أو خارج تونس هذه النتيجة هذه النتائج هكذا النتائج أتت وهكذا التتيج لتونس أتا في أكثر من مناسبة بكؤوس أفريقية أو عربية وغيرها من الكؤوس عن المستوى التولي وكذلك عن المستوى الأفريقي الوقت القانوني ينتهى ثلاث أهداف مقابل صفر لتراج الرياضي تونسي ثلاث أهداف مقابل هدف عفوا لتراج الرياضي تونسي تغيير ثاني تغيير اللي يخلي الوقت يمر مروين جزمير بشيخ ومكان حكيم نويرة في هذا اللقاء تغييري خلي الوقت يربح به أكثر وقت المدرب فوزي بن زرتي هذا إذن نقاط هذه مباراة الوقت منها ستة واربعين دقيقة لعب في هذا دور نهاي لكأس أفريقيا للأندية خروج إذن حكيم نويرة ودخول مروين جزمير التراجي يستحق عن جدارة هذه الكأسة الأفريقية يستحق عن جدارة هذا التتويج ويستحق عن جدارة اليوم هذا الانتصار على أرضية ملعب المنجح في تونس أمام جمهور غفير جدا يستحق كل التحية ويستحق تراجل هذه تونسي كل التحية فهنيئا يكرت قدم التونسية فهنيئا للرياضة التونسية هنيئا لتونس بهذا الانتصار هنيئا لشعب التونسي كله بهذا الانتصار وبهذا تتيج في هذه الكأسة الأفريقية للأنجا البطلاء فتحية تعجب وتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا الحفل في انجاح هذه الأمسة الرياضية الممتازة سواء على مستوى التنظيم سواء على مستوى الكروي أو على مستوى التجييع الجماهيري ليكون العرس كامل العرس الكروي التونسي كامل بأتم معنى الكلمة لأن الترجي سيتوج بعد لحظات بطل افريقيا للأنجا البطلة لأول مرة في تاريخه للمرة الثالثة في تاريخ قدمة التونسية والوقت الآن 48 دقيقة العاب تقريبا من شوط الثاني والنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لفيتة ترجي أمام زمالك المصري شيحي أوسكار عذاري من تزديد محمد صبري وتزديد أخرى كمور فوق المرمى أدقيق 48 أمامكم التوقيت والجمهور طبعا اتفاعل شيء عادي جدا شيء هايل وشيء ممتاز وشيء رايع في ملعب الأولمبي بالمنزة جو منعش حقيقة منعش في ملعب الأولمبي بالمنزة وتنفيذ ستانتار عن طريق شكر الواعر الكأسة الأفريقية موجودة في الملعب تنتظر قائد فريق تراجي الرياضي تونسي تنتظر تراجي الرياضي تونسي تراجي اللي ضحى من أجل هذه الكأسة الأفريقية مقابلاته ما كانت سهلة انتلاقا من الدور الربع نهائي أمامي وان وان يو وأمام ولدية وهران ومقابل تذهاب أمام زمالك المصري في قاهرة الآن هو بطل أفريقيا هو طبعا يستحق هذا الانتصار ويستحق هذا التكليز بعد تركيز كامل على الكأسة الأفريقية للأنجل بطلة عيدي الحمروني ما يخش كرة هذية وترجع لفيتة زمالك أربع دقائق بعد الوقت القانوني عذاري من الغندور يسادد وفوق المرمى تزديد الأخيرة فوق المرمى خمسة دقائق وقت ضايع في هذه المبارات خمسة دقائق وقت ضايع في هذه المبارات والتتويج ننتظر التتويج ما تبقى في هذه المبارات هي الصفارة النهائية للعكم وما تبقى في هذه المبارات هو التتويج ورفع هذه الكأسة الأفريقية للأنجل بطلة للمرة الثالثة في تاريخ كورت القدمة التونسية للمرة الأولى في تاريخ ترجع رياضي تونسي يضيف الكأس الأفريقية إلى جانب الكأس العربية للأنجل بطلة وأشرق قاسم وننتظر صفارة الحكم كل اللاعبين كانوا في المستوى كل اللاعبين كانوا شعرين بالمسؤولية نتاحهم كل اللاعبين كانوا يعرفوا وأن جمهور الترجي وجمهور التونسي بسف عامة ينتظر بفارغ الصبر في هذه اللحظة ينتظر بفارغ الصبر في يوم 17 ديستوامر ليشاهد الكأس الأفريقية مرفوعة في ملعب الأولمبي بالمنزه بطرف طريق تونسي وكهاتي الأولى بالضبط يعلن الحكم السيدين كي تشونغ على نهاية المباراة فوق الترجي على الزمالك الترجي ليستحقت هذه الكأس فهنيئاً قراء أخرى لتونس هنيئاً لكورتو حضمة تونسية هنيئاً للرياضة التونسية وهنيئاً للترجي الرياضي تونسي وهنيئاً لكل الفريق والكل الهيئة المديرة للترجي الرياضي تونسي وهذا الانتشار يشرح الكرة التونسية فرحة كبيرة طبعاً في ملعب الأولمبي بالمنزه فرحة كبيرة للاعبين كم كان ضخم في هذه المباراة مشاهد الهدف الثالث الزمالك الترجي الرياضي تونسي تعادل هدف الزمالك إما وانت مسيرة الترجي في هذه الكأسة الأفريقية كانت بدون غلطة الترجي يفوز بالكأسة الأفريقية من غير من هزم في حتى مباراة تعادل في زوز مناسبات تعادل في ملديت تعادل في ثلاثة مناسبات أمام ايوان وانيو في هويري أمام ملديت وهران في تلمسان وتعادل في القاهرة خارج ميدانه وباقي كل كانوا انتصارات ولا شيء غير الانتصار لترجي الرياضي تونسي في هذه الكأسة الأفريقية للأندية البطلة أمامكم الملعب أمامكم نظرة على الملعب أمامكم صورة عن الجو في الملعب الأوليبي بالمنزة وطبعا الزمالك بعد من ثلاثة مرات إذن يفسح المجال لترجي الرياضي تونسي لأول مرة في تاريخه بكأس أفريقيا للأندية البطلة هنيئا لتونس أقول هنيئا لتونس لأن ترجي شرف كنت قدم التونسية كما ينبغي على جميع المسايد ورئيس التونسية كما ينبغي على جميع المسايدة لأندية البطلة أترجي دان بطل أفريقيا أترجي يعتلي منصة تدفجة الأفريقية لأول مرة في تاريخه فرحة كبيرة ليشاهد الكأس الأفريقية مرفوعة في الملعب الأولمبي بالمنزه من طرف طريق تونسي وفي هذه الأولى بالضبط يعلن العكم السيد لين كي تشونغ على نهاية المباراة تفوق الترجي على الزمارك ثلاث أهداف مقابل أهداف الزمارك إذن يسلم الكأس الأفريقية للترجي اليادي تونسي يعني في الموسم الفارق كان بطل أفريقيا الترجي يفوز بهذه الكأس الأفريقية عن جدارة واحد حتى ما ينجي من شك في قدرة الترجي في هذه الكأس الأفريقية في شطارة الترجي في جدارته في التفوق في جدارته في الانتسار المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر هناك جدا ترجمة نانسي قنقر الافريقية كانت بدون غلطة الترجل يفوز بالكأس الافريقية من غير منهزا في حتى مباراة تعادل في زوز مناسبات تعادل في مولديت تعادل في ثلاثة مناسبات امام اوان وانيو في اواري امام مولديت وهران في تلنسان وتعادل في القاهرة خارج ميدانه وذلك يقول كانوا انتصارات ولا شيء غير الانتصار لترجل رياضي تونسي في هذا الافريقية لمساكل ترجمة نانسي قنقر 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 لديه من أربع الفراتها ترجمة نانسي قنقر 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 اكثر من تكويش في المدة القادمة وتمعا تونس تونس الرياضة معاك الجدو والخاصة كورتليد وهي قعس افريقية اخرى تكويش افريقي قعس افريقية للاندية البطلة التسليم الان بعد نصف احكم الكأس الافريقية للاندية البطلة امامكم علي بن ناجي شكري الوائر نوردين بوسنينة حكيم نويرة كل لاعبية ترجي امام المنسة لتسلم الكأس الافريقية للاندية البطلة والاااا تقدم رئيشة ترجي تونس سيد سليم شيبوب مع اللاعبين امامكم مالي تلي تارق ثابت محمد علي المحجوب كل لايبين الاهداتين كلهم يستحقوا التحية كلهم يستحقوا الاعجاب على المثابرة وعا الانضباط عبد القادر بالاحسن لعملت حسنة استعداداته في المدى الاخيرة كنك مالي تلي او هداف واللي ارجع هذا الموسم بقوة محمد علي المحجوب يسحب السبرة الكبيرة في دفاع ترجي رياضي تونسي مردين بوسنينة الاستماتة والاندفاع دائما في نتاق الروح الرياضية محمد علي المحجوب محمد علي المحجوب محمد علي المحجوب افتكاك الكورة والهجومات المعاكسة مروان بزمير لاعب الشاب بديس بالرابح لاعب المدافع الاختياتي يدف الشيحي ثم عياد الحمروني لا يسحب حتى تعليق بالنسبة لي هو لاعب اللي اصبح معروف في كل البلدان الافريقية اللي تحول لها ترجي رياضي تونسي سيد سيم شبوب رئيس ترجي رياضي تونسي اعطى قيمة كبيرة جدا لكأس الافريقية الاتية البطلة وفرلها كل ما ينزل وفي النهاية الترجي حتى تويش عامر البحري داري الترجي محسن راشحي العرس السابق للترجي وحاوة مدرب بالحراس زرق العيون حارس احتياتي لترجي رياضي تونسي كوفي يزيدي حارس احتياتي اين هايثم عبيد هايثم عبيد الفرق المنافسة شاهد منديد وهران وشاهد ايوان وانيوان نيجيري بعاز الشافي الظهير الايمن فما بلحسن عبارة دكتور هادي برخيسة هذا هو اللاعب ساحب الهداف في هذه المباراة شكري الواعر شكري الواعر فما علي بن ناجي سيتقدم ويتسلم هذه الكأسة الافريقية رقم 30 هذه الكأسة الافريقية للانجل البطلة الاولى في تريف ترجل هادي تونسي شكري الواعر والان علي بن ناجي امامكم علي بن ناجي علي بن ناجي علي بن ناجي سيتسلم الكأس الافريقية للانجل البطلة فتحابيد طاقم الطبي للترجل هادي تونسي اما طبعا فوزي بن زرتي هذه الكأسة الافريقية للانجل البطلة كأس افريقية للانجل البطلة تسلم الى علي بن ناجي يترجل ياضي تونسي بطل افريقيا 94 ترجل ياضي تونسي بطل افريقيا 94 هنيئا ترجل ياضي تونسي هنيئا بهذا الانتصار وهذا التتويج تحية تعجيب وتحية التقدير إلى كل اللاعبين بهذا التتويج وبهذا الانتصار وبهذه الكأسة الافريقية للانديا البطلة هنيئة هنيئة لتونس وهنيئة لشعب التونسي بهذا الانتصار هذه هي الكأسة الافريقية للانديا البطلة مبروك ألف مبروك للتراجي لهذا الانتصار وبهذا التتويج كان هذا إذن نقل مباشر من الملعب الولمبي بالمنزع لدور نهائي لكأس الافريقية للانديا البطلة شكرا لكل زملاء الفنيين على هذا النقل المباشر شكرا عزائي المشاهدين في تونس وخارج تونس على قسم المتابعة والانتباه كل مكنناه واننا نلتقي في كل مناسبة سعيدة كما هذه في كل تتويج تونسي يشرف تونس يشرف الرياضة التونسية ويشرف كورت قدم التونسية أخواتي أخواني على هذه المشاهدة الممتازة جدا والرائعة والمشوقة بقائكم شكرا لكم إلى اللقاء في موعيد ورياضية لاحقة بياغن الله هنو أن اشترك أن يكون لqم من خلال Umm Kawل ... اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة